الدكتور محمد مشرقة طبعا لك الحق في التعقيب على ما تفضل به سيد حازم ودكتور فواز ولكن يعني نريد أيضا تعليقك أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي الآن في الأراضي الفلسطينية هو جريمة بحق الإنسانية ومسألة حق الدفاع عن النفس الذي تتحدث عنها إسرائيل ليس لا علاقة من المفترض بسياساتها في الأراضي المحتلة بل يمثل انتهاكا للقانون الدولي هل يمكن القول أن إسرائيل وافقت لأن ترتدي البدلة البيضاء المخصصة للمتهمين قبل إدانتهم أو حتى للمحبوسين احتياطين على ذمة قضية بشكل أو بآخر وأن الاحتلال وضع نفسه في قفص الاتهام بعد قيامه بسلسلة مجازر وبسلسلة من الانتهاكات والجرائم ضد الفلسطينيين لأنها تعلم جيدا أن الولايات المتحدة يعني لن تسمح لأحد أن يعاقبها أنا في الحقيقة وافق الدكتور جيرجيس على ما تفضل به بأن هناك تغير عمليا في بيئة العلاقات الدولية وكذلك في إمكانية عمليا لأول مرة منذ زمن طويل لاحظي أن حتى هذا الرأي الاستشاري أن الطلبة محكمة العدل الدولية بالمناسبة مقدم منذ سنوات وعيد تجديده عام 2022 يعني عشرين واثرين مجرد أن تعطي محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا كانت هناك عديد من معوقات أنا في رأيي أن هذه الجريمة وهذا الإبادة الجماعية التي تمارس الآن في غزة أيقظة الرأي العام العالمي وأيقظة العديد من الدول أنه يلابد من البحث في أصل المشكلة وهو الاحتلال الإسرائيلي المديد للأراضي الفلسطينية عام 1967 وبالتالي أصل المشكلة الآن يعاد طرحه في محكمة العدل الدولية وكذلك في العديد من البرلمانات هناك ضغوطات يعني ليست بسيطة هناك تحولات في الرأي العام وكذلك في الأحزاب السياسية الأوروبية وكذلك المتحدة هناك محاكمة لهذا التعاطي الغريب والمنافق مع دولة إسرائيل وجرائمها ضد الفلسطينيين كدولة محتلة وبالتالي كل الكلام الفارغ عن حق الدفاع عن النفس يعني بمعنى وأنت دولة محتلة ولذلك هذا التوصيف الذي ستخرج به محكمة العدل الدولية مهم للغاية بعد التدكير للعالم أن هذه المنطقة هي منطقة محتلة وكل ما يجري فيها سواء كان في التطهير العرقي أو الممارسات العنصرية أو الاستيطان أو الإجراءات الخاصة بالقدس أو الإبعاد والاعتقالات الدائمة هو عمليا من دولة مستعمرة محتلة ضد شعب محتل يقاوم وبالتالي هناك إعادة لمصفوفة المفاهيم التي جرى تجاهلها طوال العوام الماضية بالتالي أنا فعليا متفائل رغم كل ما يقال الآن أنه ما الذي سيفعله هناك فيتو أمريكي هناك فيتو من عديد هناك مواقف دولية لا يمكن أن تساعد الفلسطينيين لكني أؤكد أن عجلة التغيير ورياح التغيير في العالم بدأت طيب دكتور محمد هناك من يقارن بعض القضايا بهذه القضية الآن المعروضة على محكمة العدل الدولية هناك من يقول أن محكمة العدل أقرت في السابق بعدم قانونية القدار ولكن عام 2004 ولهذا السبب هناك من يشعر أيضا حتى هذه اللحظة بخيبة أمل حتى إن نصرت محكمة العدل الدولية الفلسطينيين في هذا الأمر هل يمكن أن نشهد تغييرات بسبب هذه التغييرات التي تحدثت عنها في المواقف أيضا المتفاعلة مع ما يحدث في قطاع غزة الآن يعني بكل صراحة في جانب سلبي في الوضع الفلسطيني كله هو غياب القيادة الفلسطينية غياب المايستر الفلسطيني الذي يمكن أن يتحرك منذ سنوات يعني هناك من صدق بأنه سنصل إلى دولة ونتائج أسلو التي تتحدثنا عنها لسنوات طويلة بمعنى الآن يرى الفلسطيني أن لا حول له ولا قوة سواء يمارس كل أشكال نضال لإزعاج هذا المحتل وإجبار العالم على انتباه إلى قضية طويلة لمستعمرين ويتغولوا ويتطرفوا أكثر والآن يمكن أن يشاهد العالم أن الذين كانوا في هامش الحياة السياسية الإسرائيلية من اليمين الصهيوني المتطرف والفاشي أيضا تحول إلى سياسة رسمية سموتريتش كان لديه برنامج كان يعتبر مثل آفة من آفات المجتمع الإسرائيلي لأنه بات في مركز الحياة الإسرائيلية بالتالي العالم بدأ ينتبه أنه إذا لم يتم التعاطي مع هذه المشكلة فهناك تدعيات خطرة ليس فقط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بل على مستوى المنطقة والإقليم أيضا بالتالي لا هدوء في هذه المنطقة مدام العالم لا يريد أن ينتبه وأن يلتفت إلى مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة اشتركوا في القناة